السلام عليكم ورحمة الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه اجدع أنفك وأذنك افعل كذا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال فقالت له فقالت له اتقل الله فتركها واندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فأنزل الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا ارتكبوا ذنبا عظيما أو كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دون ذلك من الذنوب ذكروا الله ذكروا وعد الله للمتقين ووعيده للعاصين فاستغفروا لذنوبهم فلجأوا إلى ربهم تائبين يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم ويسطر عيوبهم وبادروا إلى التوبة والاستغفار ومهم جدا أن نحن نعرف شروط التوبة أول شرط الإقلاع عن الذنب وتاني شرط الندم وتالت شرط رد الحقوق إلى أصحابها ما يميز الإسلام أنه دين واقعي دين مليء بالرحمة والمغفرة دين ليس فيه يأس ولا قنوط من رحمة الله تعالى ودين مفهوش وسطه بين العبد وربه دين يسر وأمل حتى أعظم ذنب اللي هو الكفر بالله لي توبة ونحن جميعا بشر ومن بني آدم وكل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون على الناحية الثانية إبليس وأعوانه منعنيهم إن إحنا نيأس ونقنط من رحمة الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يغفر ذنوب المذنبين ويمسح خطايا المخطئين ويقبل توبة التائبين إلا الله العلي الرحيم فليس هناك بين العبد وربه وصيت أو سكو كفران وليس بين العبد وربه قبر الولي يتمسح به العبد المذنب ولا صندوق للنذور قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فلنبكي جميعا على ذنوبنا ونستغفر الله الغفور الرحيم وأعلم أخي الكريم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فماذا ننتظر هل نسوف ونؤجل التوبة حتى تنتهي آجالنا هل ننتظر حتى تطلع الشمس من مغربها أيغلق باب التوبة ماذا ننتظر خلي بالك حيجيلك الشيطان دلوقتي ويقولك توب تي يا ابو توبة أنت كل لما تعمل ذنب تتوب ترجع تاني تعمل الذنب والتوب أنت فاكر إيه هو الدين لعبة يا عم يسيبك كده كده خربانة أحسن حل خليك كده زي ما أنت وخلي التوبة مرة واحدة لما تجبر طالما أن باب التوبة مفتوح خلاص ما تخافش عيش حياتك هو أنت حتعيش كم مرة يمكن يكون كلامه منطقي لو كل واحد مننا عارف هيموت إمتى كم واحد مننا مات وهو بيرتكب ذنب قبل أن يتوب إلى الله كم واحد مننا مات بسبب شم تروين وكم واحد مننا مات بسكتة قلبية وهو في لذة محرمة من لذات الدنيا وكم واحد مننا انتقل من الدنيا إلى القبر قبل أن يتوب كم واحد أصغر مننا في العمر وأقوى مننا في الصحة مات خليني بقى أنا أسألك تفتكر العبد محتاج يوتوب ويذنب في اليوم كم مرة علشان نقول عليه إنه مصر على المعصية وخليني أديك خيارات عشرة عشرين أقل سبعين مرة في اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة يترى منتظر إيه دلوقتي توب إلى الله الآن يترى فهمت دلوقتي معنى قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون معناها ولم يصروا على المعصية ويقيمون عليها في كل وقت وفي كل حال ولم يصروا على عدم التوبة وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم يا ريد بعد معرفنا كل الكلام ده ننشره لكل واحد مهتمين بعمره جزاكم الله خير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفروا لذنوبهم ومن يغفروا لذنوبهم ومن يغفروا لذنوبهم اشتركوا في القناة